عسيرة مربى العز قبل بيوم من شهر رمضان أو من بداية شهر الفضيل كشفتي عن مفاجأة شو؟ هو دخول بنتك سارة الأساسي إلى عالم التمثيل والدراما وتقديم أول أدوارة مع أم نجمة سوزان نجمة دين صحيح بأول لقاء تلفزيوني حصرياً على LTV وبشو القصة رح نستقبل سارة الأساسي بنت سوزان نجمة دين لنعرف منا شو القصة أهلا وسهلا بسارة الأساسي النجمة الساعدة نجمة قلبي هاي الله يخليها لألك الله يخلي لك إيها سارة نورتينا كيف أناعتك أمك تمثلي حلا خبرينا هلا أول شي ما كانت ما كان فيه بلان أنه أنا أجي يمثل معها هي حكتني أنا هلا عندي إجازة شوي من الجامعة من دراستي حكتني أنه إذا ما عندك شي تاعي ساعديني بالتصوير بتشوفي كيف الإنتاج بيصير بتنبسطي فيها قلت له إيه أكيد وحجزت أنه على أساس أنت بديك تساعدين بالتصوير ما في فكرة التمثيل بس لنقول للمشاهدين أنه سارة الأتاسي بنت سوزان نجمدين وولادة الأربعة هلا بنحكي عنهم عايشين بأميركا فجيت قلت لك تعي ساعديني شو صار تمام هي قلت لي إيجي ساعديني وبعدين يوم قبل ما سافر ع سوريا نعم دقتلي وقلت لي مبروك سارة قلت له الله يبارك فيك مبروك بشو مام عشو قلت لي مبروك أنت صار معك دور جواهر صغيرة وحتجيت مثلي معي أنا واتسمعت هذا الخبر أكيد انبسطت كتير كتير لأنه أنا كنت دايما إلا أنه جعبالي جرب دور معها جعبالي تصور وشوف كيف الحياة الفنية وهيك تجربة يعني شي حلو تجربة أو أنت بتحب التمثيل وتحب تصير مثلي مثل أمك هلا أنا كمبدأ كان بس تجربة أنا هلا عم بدرس طب أميركا وهذا شيء أكيد يأخذ كل وقت فخصوصيا السنين اللي جاية هلا كلهم دراسة وبعدين الشغل وهو الريزدنسي عم تدرسي طب سارة بأي سنة طب هلا؟ هلا أنا خلصت الأول أربع سنين جامعة بأميركا وبدي بلش الميركو سكول هلا بباستون يونيورسيدي بأوغست حاب تكوني طبيبة شو؟ هلا ما بعرف أي أختصاص؟ ما بعرف شو بدي تخصص بس مبدئيا جراحة بس جراحة شو ما بعرف ناطرين جراحة بس كان في ببالك شي انتي في ببالك شي؟ خبرينا عصاب ممكن أو جنرال سيرجري بس ما نشوف لسه عندي أربع سنين لأعلم شو بدي تخصص ما بين يعني الطب والتمثيل في هيك عالم يعني في بعض كتير كبير معقولة هالطعم اللي عطتك يا أمنك سيزان؟ أنا ما عطي طيارة بالعالمين رتب الأمور هلا بحكي لك أنا بعد شو معقول تترك؟ يعني ما قول تجي على التمثيل وتترك سارة للطب مثلا؟ كل الناس قالوا لي أنه قوعة تتركي الطب جاي للتمثيل حتى عائلتي بأميركا خافوا أنه ليش فايت بالفن لطب أحسنك أنا فتت على الفن هيك كموهبة كتجربة كهواية كتجربة بس أنا الطب هو الباشن تبعيفها مستحيل أتركه هاد حياتي وحيضل حياتي طول بدنا نقوله للمشاهدين وبحييكي عليه سارة أنه سارة عايشة بأميركا بس عم جرب ما تحكي ولا كلمة إنجليزية نعم جرب تحكي عربي مع أنه صعب عليا لأنه كل حياتك باللغة الإنجليزية سارة بس هيدا تحية لألك